اشتركوا في القناة وبهذه المناسبة أكد وزير الصناع والتجارة أن العلاقات البحرينية الروسية تشهد قفزات نوعية وتطورا ملحوظا وذلك في ظل التعاون الثنائي القائم بين البلدين الصديقين والذي توجى خلال الزيارة الرسمية لجلالة ملك البلاد المعظم مؤخرا إلى روسيا الاتحادية تلبية لدعوة من فخامة رئيس روسيا الاتحادية الصديقة والتي نتج عنها العديد من الاتفاقات المهمة هذا ويعد المنتدى منصة عالمية رائدة للتواصل بين ممثلي أوساط الأعمال والمختصين ومناقشة القضايا الاقتصادية الرئيسة التي تواجه الأسواق الناشئة على المستوى العالمي بمشاركة 17 ألف مشارك من 130 دولة ترجمة نانسي قنقر